بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع هذا المثل من أمثلة القرآن يقول الله تعالى ومثل الذين ينفقون أمواله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير هذا مثل ضربه الله تعالى للمنفقين أموالهم يرجون وجهه فتقبل صدقاتهم لأنها صادرة عن الإخلاص والصدق والإخلاص قول الله تعالى ابتغاء مرضات الله والصدق بقوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم فابتغاء مرضات الله هو غاية الإخلاص والتثبيت من النفس هو الصدق في البذل والمنفق يعترضه عند إنفاق آفتان النجا منهما كان في خير عظيم إحداهما طلب المحمدة أو الثناء أو الأغراض الدنيوية بهذا الإنفاق والصدقة الآفة الثانية ضعف النفس عند الدعوة للبذل وتقاعسها وترددها عند ورود داعي عمل الخير فتصبح في خور وضعف وتردد فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضات الله والآفة الثانية تزول بالتثبيت إذن تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام بها على البذل وإخراج المال بقلب ثابت طيبة بها نفسه سخية يرجو بها ثواب ربه منشرحا بها صدره سمحت بها نفسه طابت خرجت من قلبه قبل خروجها من يده هؤلاء الذين سلموا من هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم مثل نفقتهم كمثل جنة وهي البستان كثير الأشجار مجتن بها ومستتر من كثرة الأغصان والفروع والأوراق لهذه الأشجار وهذه الجنة وهذا البستان بربوة مكان مرتفع فيتعرض للرياح والشمس في وقت طلوعها واستوائها وغروبها فتكون ثماره أنضج وأطيب وأحسن وأزكى إذن البستان هذا أو الجنة هذا البستان نفيس جدا لكثرة أشجاره ولموقعه فوق هذه الربوة وما الذي ينقص هذا البستان الآن؟ الماء ولذلك قال تعالى أصابها وابل المطر عظيم القدر الكثير فماذا ستكون النتيجة؟ أدت ثمرتها وأعطت بركتها وأخرجت ضعفي ما يثمر غيرها فآتت أكلها ضعفين بسبب هذا الوابل وطيب الأرض وحسن الموقع هذه حال السابقين المقربين في نفقاتهم وصدقاتهم وأعمالهم الصالحة هذه الأعمال الفاضلة التي بأعلى المنازل طيب فكيف صدقت أصحاب اليمين؟ قال تعالى فإن لم يصبها وابل فطل مطر خفيف دون الوابل لكنه يكفي لكرم منبت هذه الجنة والبستان وطيب مغرسها فالمنفقون في سبيل الله وابتغاء مرضاته درجات فأصحاب الوابل أعلاهم درجة وهم الذين ينفقون أموالا بالليل والنهار سرا وعلانية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأصحاب الطل هذا الرش الخفيف المقتصدون أصحاب اليمين أدنى درجة لكن لكن أعملهم طيب فمثل الله تعالى للفريقين بالجنة على الربوة ومثل التفاوت بالوابل والطل وكما أن كل واحد من المطرين الوابل والطل يؤدي إلى زكاء الثمار وزيادتها فكذلك الأجر عند الله عز وجل إذن هذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المؤمن المخلص فكما أن هذه الجنة بهذه الربوة تنتج ثمارا في كل حال ولا تتخلف أبدا عن الإثمار سواء قل المطر أو كثر فكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا وصدقة المخلص الذي لا يمن ولا يؤذي لها أجرها قلت أو كثرت فيتقبل الله عمل المؤمن ويكثره وينميه قال قتابة هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن سبحان الله كيف تكون الفائدة حاضرة وموجودة دائما فيا لله لو قدر وجود هذا البستان في دار الدنيا بهذه الصفة لأسرعت إليه الهمم وتزاحم عليه المبتغون لاقتناء النفائس فكيف لو كان هذا في الدار الآخرة ولو تيقن العبد حق اليقين بالثواب عند الله لشجعه ذلك على البذل والإنفاق والإعطاء وانبعثت الأشواق تأزه إلى عمل الصالحات والله تعالى مطلع على أعمال العباد وعلى صدقاتهم ونفقاتهم وأحوال قلوبهم عند الصدقة وما يفعلونه بعد الصدقة من قبل ومن بعد ولذلك ختم الآية بقوله والله بما تعملون بصير فهو يعلم نواياكم وما في قلوبكم من الإيمان والتثبيت والصدق ولذلك يجازيكم عليها كما أنه يعلم رياء المرائي ويسمع المن ويرى الأذى من المنان المؤذي فكذلك يرى عز وجل الخير والإخلاص والرغبة في العمل الصالح في نفس عبده المؤمن إذن ترغيب المنفقين في إخلاص النية وإخفاء الأعمال قدر الإمكان ليكون عمل السر أكثر من عمل العلانية إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فوخير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في السبع الذين يضلهم الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه رواه البخاري ومسلم كان أناس يضعون صدقاتهم بالليل عند أبواب الفقراء مستترين بظلمة الليل ويطرقون الباب ويذبون وناس يعيشون لا يدرون من الذي يأتيهم بما يعيشون عليه هذا الإخفاء علامة من علامات الإخلاص أيضا هضم النفس والإزراء عليها سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةَ ما معنى أن يخائف من الذنوب قال يعني يشربون الخمر ويسركون قال لا يا بنت صديق وَلَكِنَّهُ الَّذِينَ يَصُمُونَ وَيُصَلُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ إذن هذا الذي يؤتي ويخاف أن لا يُقْبَلْ مِنْهُ ثم يعطي يرجو ثوابها ويخاف ردها ومهما بذل يرى أن ما عمله قليل ويخشى أن لا يكفي في النجاة يوم الدين فهو يسارع في الخيرات باستمرار إذن كما ضرب الله للمنان والمرائي والمؤذي المثل بصفوان وصخر صلد عليه تراب طبقه من التراب أصابه وابل فتركه صلدا ما أنبت شيئا كذلك ضرب للمنفق الذي يريد وجهه وهو صادق وعنده عزم وجد في صدقته ويأتي العمل بلا تردد حازم مع نفسه حاسم لأمره هذا مثله بهذه الجنة وهذا البستان في هذا الموقع النفيس الذي يأتيه المطر فينبت فيكون ثواب حسناته حاضرا يوم القيامة ينميه الله له ليوافيه به يوم الدين نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين والصادقين إنه سميع مجيب وإلى المثل القادم في الحلقة القادمة إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر